تحليل الإيد التأكيدي نحن لدينا أنواع من التحليل التحليل تعتمد على الفيروس نفسه وهذا ما نسميه PCR وهذا يجب أن نفعله للنوعين PCR النوع الأول وPCR النوع الثاني وهذا يكون قطعه بعد تسعة تيام هناك اختبارات التي تعتمد على الأجسام المضادة وهذه الأجسام المضادة التي يفرز جسمك نتيجة دخول فيروس HIV في الدم وبالتالي تكون محتاجة فترة أطول لكي تظهر في الجسم وهي تأخذ حوالي أسبوعين لكي تظهر في الجسم وعندما تظهر في الجسم، تفضل موجودة على طول العمر يعني لو أنك إيجابي بالنسبة للفيروس HIV، هذه الأجسام المضادة لن تختفي من جسمك حتى لو أخذت عليك، ستفضل موجودة في جسمك